تعال انتبع الزغليل اللي كنا بانتبعها. اللي كانت الاهالي مش بتأكلها. اللي انا نقلتهم. نشوف كده بسم الله ما شاء الله. وكلينهم. فاكرين التلات زغليل. كانوا تلات زغليل. واكلين. وكان في حضان تاني مش موكل الاتنين التانيين. كان تحته اتنين. فانا استخدمت طريقة التبديل. وباسم الله ما شاء الله. اكلهم. ده النهاردة اليوم التاني. وانا ببدلهم. لكن انا ببدل كل يوم بتابع. وببدل اللي اكل. اودي للحضان اللي ما بيأكلش. والحضان اللي ما بيأكلش ببدله. وحطه تحت الحضان اللي بيأكل. تبتعالوا نشوف الزغليل التانيين. مع بعض. ده الحضان التاني اللي ما كانش بيأكل الزغليل. كان تحته زغلولين. فانا خدته ببدل مع التانيين. اللي كان تحته تلاتة. بسم الله ما شاء الله. كان فاضل تحت زغلول. انا سيبت له اكبر زغلول. ده انا سايبله اكبر زغلول اهو. شوف بسم الله ما شاء الله اكل. بسم الله ما شاء الله. طب تعالى نجيب اه الاربع زغليل. التانيين مع بعض ومع دول نجمع الخمس زغليل ونشوف هنتابع بعد كده في الايام الجاية ازاي. بكده انا جمعت الخمس زغليل مع بعضهم بتوع الحضانين. الحضان اللي ما بيأكلش. اه قلت لكم ايه سبب الحضان اللي ما بيأكلش بالنسبة لي. وبالنسبة لحضراتكم ممكن يكون في دكر زيادة. لكن بالنسبة اللي حصل عندي. ان انا كنت نسيت الاضاءة دي من وراء. لو تفتكروا الفيديو اللي فات. كان فيه كنت نسيت الاضاءة دي من وراء. اه وقلت لكم ان سبب الاضاءة اه ليل ونهار. اه بتسبب ان القص او الحمام اللي هو فأس. اه ما عارفش يعد الايام كويس. اللي هو بيجهز فيها اللبا. فاللبا ده اللي هو في الزغليل ده بيتكون بعد تمنتشر يوم من رؤاد اه من تحضين الحمام للبيض. او يرقود على البيض. لازم يرقود تمنتشر يوم عشان يكون اللبا اللي هو بيأكله للزغليل ده. زي لبن السرسوب يا جماعة. اللي هو ده. لازم الحمام يرقود على البيض تمنتشر يوم. ازا ما رقودش تمنتشر يوم مش هيكون اللبا ده. فده اللي حصل. احنا عملنا انا نسيت النور منور اه ليلة او ليلتين مثلا. فالحمام اطلخبط اللي هو اه ما اكلش ولاده ده اول مفاسم. اه طبعا هو مفاسم في التمنتشر يوم تمام. اما الحمام اطلخبط ليل لانه الليل بتاعه بقى نهار ومعادش عارف يعد الايام. فا اطلاخر يوم في التأكيل. لكن هو الحمد لله دلوقتي بيأكل. لان لو شفنا الزغلول اللي هو كان تحته. انا كنت سيب له زغلول واحد وحاصط الاربعة مع بعض تحت الحضان اللي بيأكل. لو شفنا الزغلول اللي هو ده الاكبر اللي فيهم هو مأكله اهو. تمام? يبقى ده بسبب الاضاءة. يبقى بسبب الاضاءة اللي هي ليل وانهار يا جماعة. مش بسبب ان انت بتنورش ممكن تنور بالليل نور عادي لكن تنور نور خافت لمبة ضعيفة بحيس ان الحمام يشوف يتحرك يشوف يمشي لكن ما يكونش اه زي النهار ما يكونش زي نور النهار. يبقى عارف الحمام يعرف ان الليل جه عليه. يبقى كده بيعد التمنتشر يوم تمام علشان يقدر يكون اللبه. اه اخطر عمره اخطر مرحلة اللي هي بيموت فيها الزغلول يا جماعة. اللي هو الزغلول من عمر يوم لعمر اسبوع. ده اخطر مرحلة اللي انا بقعد اتابع فيها الزغليل كل شوية. يعني في اليوم مرتين ثلاثة على حسب ما بطلع عند الحمام. اتابع الزغليل طبعا زي ما حضرتكم شايفين. اه عايزين يكلهم بيكلهم من بعض اه. بسم الله ما شاء الله. اه زي ما قلنا اخطر عمر اللي هو من عمر يوم حتى عمر اسبوع. اه تتابع وتبدل. انا استخدمت المرة دي التبديل ما استخدمتش طريقة التأكيل. لو انت شايف ان الحقيقة حضان مش بيأكل. اكل برضو انت لو ما عندكش طريقة التبديل ما فيش قص تاني. اكل انت. لكن باستخدام المبسم السيليكون. طيب انا لو ما عنديش حمام فائز في نفس الوقت ابدل تحته اعمل ايه? يبقى لازم هاكل يدوي. يبقى هاكل يدوي لكن تكون حريص جدا علشان ما تموتش الزغليل. الزغليل ممكن تموت منها كنت بتأكلها في عمر يوم. فعشان كده انا بقول لك دايما تأكيل الحضان مفيش احسن منه. تأكيل الاهالي في العمر الزغير ده مفيش احسن منه. ما يفضلش ان انت تأكلهم قبل اسبوع كمساعدة. لكن لو اضطريت لازم تكون مستعد. هتكون مستعد بايه? هتكون مستعد بتلات حاجات. او بحاجتين. اهم شيء فيهم اهم شيء فيهم المابسم السيليكون ده جماعة. المابسم السيليكون ده اللي هو السحر. زي ما قلت لك كده. ده السحر بتاع التأكيل اليدوي للزغليل من عمر يوم. اهو. ده بيركب على اي سرنجة زي كده. سرنجة بشري عادي بيركب كده في الشكل ده. اهو. الناس قالوا عليه كتير. بتجيبه منين. طيب هقولك بتجيبه منين بعد ما نشوف برضو هتستعد بقى تاني. وخلطة التأكيل اليدوي او الميكس. بيتبع في الاسواق. لك انا عامل الميكس ده عندي في البيت. لو انت مش هتعرف تعمله اشتريه احسن. يكون افضل ان انت تشتريه. تمام? هتلاقيه في اسواق الحمام. او عند البيطريين المختصين اللي بيبيعهم اه مستلزمات الحمام. تمام? ان ما عرفتش تجيب الميكس ده هقولك تعمل ايه? من عمر يوم للزغلول اللي هو من عمر يوم. كيس حليب بودرة. لازم يكون عندي الكيس ده. من ضمن الاستعدادات او اي صنف من الحليب الجاف. تمام? كيس حليب بودر. لازم اكون مستعد بالكيس الحليب البودر. واحط اه اخليه زي المية او زي كباية الحليب كأنك بتسقي طفلك كباية حليب. وتحط يدوبك هو الزغلول اللي من عمر يوم هتأتيه نص سنتي. وكل ما تطلع تلي ايه جاع او هضم الاكل تحط له نص سنتي. لغاية ما الحضان نفسه اهليه هي تبقى تأكله. لكن انت مش هتأكله دايما على طول. انا دايما بقولك من عمر يوم الافضل الاهالي تأكل. لكن انت مش هتسيبه يموت. زي ما انقذنا زغلولين قبل كده من الموت. بأكلناهم يدوي. انت هتعمل كده بالزبط. لغاية ما تسيبهم لاهاليهم طبعا بتأكلهم وترجعهم لاهاليهم علشان اتدفع. وعلشان برضو الاهالي هتأكلهم هتأكلهم. لغاية الاهالي ما تأكلهم. مع انتش انت تبقى تأكلهم بقى خلاص. خلاص انتهت مؤمريتنا. احنا ساعدناهم لحد ما عدينا مرحلة الخطر. كل ما هنالك ان انت بتنقذ الزغليل من الموت. وانا هعمل ايه دلوقتي? انا هبدل دلوقتي اشوف اتنين الاكبر اتنين احطهم مع بعض. اكبر اتنين هحطهم للحضان. اللي تأكله الوقتي وبدأ يأكل بس تأكله لسه ضعيف. هبدأ احط له الاتنين الكبار. اختار الاتنين الكبار اكبر اتنين اهو. فيهم. ده عمر يومين يا جماعة. ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. فيهم واحد اكبر من واحد شوية. بس مش مشكلة. وبرضه هتابعهم زي ما قلنا لحد ما يعدي اسبوع. ورجع التلاتة التانين دول للحضان. اللي انا عارف ان هو بيأكل. ودايما هبدلهم كده تحت الحمامة. لها مأكلة الزغلول اللي برا ده. ادخل. ارجع ده بر وراها كده. وحط لها الزغلول ده قدامها. بالشكل ده. تبقى هي شايفة الزغلولين اللي هم قدامها اللي هم اضعاف شوية دول. تبدأ تأكلهم اكتر ما بتأكل الزغلول اللي جوه. تمام. اه كده اه كنت خلصت موضوع فيديو النهاردة. اعمل لايك للفيديو. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفعل زر الجرس. وتابعنا علشان هنوريك الزغليل دي. انا تابعها لو امر اسبوع. هنشوف هم عملوا ايه? الخمس الزغليل دول. تابعنا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.